عايز تقول كارثة جديدة اقول عايز تقول فضيحة جديدة اقول عايز تقول مهزلة جديدة من مهازل الفار اقول والبطل الزمالك في كل مطشاط الزمالك احنا بقى عندنا فضيحة وكارثة بتكشف الجديد او بتكشف زي ما بيقولوا ازاي كل بطولاتهم حلال بتكشف ازاي الدوريين اللي خدوهم بالاحتواء وبروحوا البروتوكول بتكشف عصام عبد الفتاح ومحمد عادل وامين عمر ومحمد معروف وبتكشف اللي احنا كنا بنقوله بتكشف الكوارث والمصائب النهاردة في مفاجأة جديدة بيطلع الاستاذ محمد ابراهيم مين الاستاذ محمد ابراهيم؟ المشر في العام على البرامج الرياضية والمخرجين يطلع يقول ايه؟ يقول ان حكم الزمالك واسموحة او مخرج المباراة في مطش الزمالك واسموحة طلب من حكم الزمالك صورة في الكرة بتاع ابن صرفها جلبي عشان الخطوط بالخطوط قال له مفيش خطوط قال له مفيش خطوط ما عنديش خطوط ما عنديش صورة بخطوط طيب احنا جماعة الموضوع زاد عن حده والموضوع بقى فيه نوع من انواع يعني مش الفضايح بقى والكوارث لا ده المصرحية بقيت ريحتها فيحة ومشمومة ويعني بدر قوي يعني ايه؟ هل معقولة احنا وصلنا لمرحلة ان الزمالك في كل مطشات الزمالك عنده قصة ورواية وحكاية الفار عايز يكسب الزمالك في كل مطش سمعنا قبل كده روح البروتوكول سمعنا بقى يعني احنا سمعنا اول مرة سمعنا ان الحكم قال لزميله في الفار والناس عايزين نحتوي اللعيب عشان خايفين من النتيجة التقيلة فلازم نحتويهم ده من الحاكم بعد كده سمعنا ان عربية الفار كب بتتفصل عشان كاتل الشاي بعد كده سمعنا ان الفار عايز يحسب كورة والحكم الملعب بيأكد وبيقول بيأكد وبيقول ايه؟ بيأكد وبيقول الاتي ان الكورة ما فيهاش ضرب الجزاء والله يخرب بيتك دي صعبة الكورة من الارض ليده ما فيهاش حاجة وده وضعه الطبيعي وبعين بيحسبها ضرب الجزاء عشان الدنيا ما تقومش وتقعد عشان بعد كده نلاقي المشرف على البرامج الرياضية والمسؤول عن المخرجين بيأكد ان الفار معندو الصورة بالخطوط لكورة تسلق الواضح وصريح على نادي الزمالك تم احتسابها هدف طيب احنا كل الكوارث دي في ملشطات الزمالك كل الكوارث دي لصالح الزمالك ده غير طبعا كورة عمر جابر المفوضي بقى فيها قرطة احمر ده غير التدخلات العنيفة اللي حصلت في ملشط اسموحة وعدت مرور الكرامة طيب ايه نيجي بقى الملشطات الاهلي تلاقي جون لايمن اشرف بيتلغي في مطش البنك الاهلي في القرى على ايمن اشرف وكورة جون وفي كل دوريات العالم نفس القرى وفي نفس الدور المطش وبتتحسن جون بيتلغي من محمود عشور بداعي تسلل في قرى مفياش اي نوع من انواع الوف سايد جون بيتلغي من امين عمر عشان الفار نداه عشان القرى ما ستتش في في قرى مش من حق الفار انه ينادي فيها اساسا ونفس القرى في مطش اهلي والزمالك حكم اوروبي الزمالك بيجيب جم منها في الاهلي والكورة ما سبتتش على الارض وبتعدي عادي انا باوريك بقى نفس الحالة فكل الاخطاء اللي فيها تلاعب في نتايج الاهلي هي ضده وكل الاخطاء اللي فيها مصلحة لنتايج الزمالك هي من حكام لصالحه فلا ده لازم بقى وقفة وقفة كبيرة لان الريحة فاحت فاحت قوي وهنا يجي بقى النقطة اللي انت لازم تقعد تفكر فيها كده هو ليه مجلس ادارة الزمالك اللي كان متمثل في مرتضى منصور ليه كان بيشتم كلاتنبيرج وليه كانوا بيهاجموا كلاتنبيرج للعلم اللي جايبه حازم امام وليه تم ان الراجل ده كانوا بيسعوا بكل الطرق انه يمشي هقولك ليه عشان الراجل ده فضح الحتة اللي هما كانوا شايفين ان دي اللي هتخرب الدنيا انه كان بيسمع الناس وبينزل على صفحة الاتحاد المكالمات او التسجيلات اللي بين مين اللي ما بين غرفة الفار وحكم المباراة فهنا لأ انت هتفضحنا وهتفضح الاحتواء وهتفضح روح البروتوكول وهتفضح ان الزمالك محتاج بطولة ما هو ده نفس الكلام اللي قاله يا جماعة سروة سويلم القائم باعمال اتحاد الكورة لما قال في كاس مصر ما بين الزمالك واسموحة ان المستشار طلبني قال انا محتاج بطولة فقررنا اجيب له حاجة مصري اللي هو بالمناسبة مين اللي تم اقالته مين محمد فاروق اللي هو النائب للاجنة الحكاية السابقة او اللي تم اقالتها اللي تم اقالتها ليه عشان في ضيحة الزمالك ومطر البنك الاهلي اللي بطالها مين محمد عادل بطل قصة وروية ايه الاحتواء اه والله انت شايف الدنيا عاملة ازاي ويجي بقى يطلع لك واحد زي ميدو يقول لك اصلحنا البطولة من عندنا البطولة لزا بالك بمليون اه انت كنت تقصب بمليون جنيه يعني هو انت كده كنت تقصب بمليون البطولة بمليون جنيه المطش بمليون جنيه ما انت لازم توضح المليون دي مقصوب بها ايه لان احنا خلاص عرفنا مصادر البطولة احنا مش عرفنا احنا اتأكدنا او اكدنا للناس لان ده الكلام اللي كنت بقوله وهفضل اقوله الزمالك هو اكتر نادي بيتم مساعدته اتحاد الكورة اتحاد الافريقي لجان الحكام وزارة الشباب والرياضة وزاي ما انت عايز تقول اقول من اجل ان ده يبقى واخدوا الصورة بتاعة الكوب التاني اللي بينفس الاهلي حتى في الرعاية بيتموا مجملته على حس وحساب انه بيعاية تقوله مش معنى الاهلي فبيجيبوله شركات حكومية يخلوها هي الرعب بتاع الزمالك بالحب بالرغم ان ما فيش عائد للشركة دي فيش اي مردود ممكن يجي من الزمالك كرعاية فيش مكسب فيش اي حاجة فيش اي حد ممكن يعني زين بيقوله كده اسمه او البراند بتاعه يتعرف لو هو بيتحط اسمه على الشركة الزمالك خالص خالص ما فيهاش لا القوة الشرقية كعدد ومجموعة ناس هتكسب الراعي ولا حتى هو بيشارك في بطولات عالمية او بيشارك في بطولات لا خالص بيلعب مع مركز الشباب في الكونفدرالية والدوري المصري كده كده ما انت عارف لولا التحكيم فرقة منتصف الجدول ومن غير التحكيم ينفس على الهبوط فاحنا بقى بنأكد اللي كنا بنقوله ده التسريبات والفضايح وكلام المشرف على البرامج الراضية محمد ابراهيم وتسريب الفار اللي خرج مبين محمد عادل اللي ترعب بكده اعترب بالاحتواء وكل القصة دي بتأكد كلامنا بتأكد الفضايح والكوارث والمجاملات وان التحكيم من ساسهم لرأسهم في تاريخهم كله ولكن هم ماشيين بمبدأ تبليك واللي فيها تجيبه فيك ده مبدأهم ده قانونهم ودعاء المظلومية والعيات وإحنا ولما يكسبوا بطولة بالتحكيم او بالاحتواء او بالحظ يطلع يقولك احنا البطولة بالمليون احنا الواحد مننا بالعشراتلاف والكلام اللي حلبنتيش اللي بيتحاكوا بيه عالناس ده اللي الجمهور لازم يصدقوا لان الجمهور هيبيع لنفسه ازاي انه بيشجع فرقة فاضية بالشكل ده بيشجع فرقة تخيل ان الفرقة دي مع كم المساعدات دي وتملك هذا الكم من الفشل يعني انت متخيل بقى فرقة مساعدات من تحكيم مساعدات من الاتحاد المصري مساعدات من وزارة الشباب ورياضة مساعدات من الاتحاد الافريقي مساعدات من الاسكان والشباب في الاراضي او الاستصلاح الاراضي والارض اللي هما واجدينها بتاعة اكتوبر المفروض تتسحب منهم وتسحب البدل المرة تلاتة وترجع لهم والمفروض تتسحب تاني ولسه معاهم بالرغم من كل ده والنتيجة انه فاشل تقسم لك بالله اني لو في نادي بياخد ربع المساعدة اللي بياخدها الزمالك لا يبقى مش بينافس الاهلي ده لا يبقى اقوى بالاهلي عايز حاجة اكتر من كده لو بياخد كم الدعم والمساعدة دي ولكن عشان الناس دي ادمانت الفشل وعشان شمعت الفشل موجودة واسباب الفشل موجودة ادعاء مظلومية ادعاء بالقهر ادعاء بان احنا مسلوبين من حقنا وطلع قال المسئول او اللي كان ماسك المتحدث الاعلامي ورئيس المنظومة الاعلامية عمري الدرديلي وقال احنا بندعي المظلومية احنا بناخد اكتر من حقوقنا طلع قال ده هو بيوضح للزمالكوية اقول ان تبتكر ان في حد جاي على الزمالك فاحنا لحد امتى هنعيش في هذا القرف والشكل اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا بنقوله ان ليه بقى كلتنبرج الكل اتفق انه لازم يمشي لانه كان هيسمعنا وهيفضح الحكام وهيبوض منظومة الاحتواء دي عشان كده احنا بنقول لازم النادي الاهلي يشتغل في اقصى سرعة وبكل ما اوتي من قوة لازم حكام وخبير تحكيم اجنبي وخب بالك الحكام اللي مقطعين بعضيهم كله واللي انت عارف ان هما بيقطعوا ببعض السلام عبد الفتاح ابراهيم نور الدين الحكم اللي هو بتعكس العالم ده والله العظيم كل الحكام دي جمال الغندور كل الحكام دي اللي مقطعين بعضيهم ودايما في خناقات وصراعات اليومين دول هتلاقيهم متفقين واليومين دول هتلاقيهم متحدين ليه عشان هما مش عايزين خبير تحكيم اجنبي يجي يفضح الاحتواء يجي يفضح المنظومة اللي اساسها مراعاة نادي الزمالك اللي اساسها ان الزمالك لازم يبقى يعني ان مش هينافس يبقى في فرق منتصف الجدولة زي ما عملوا الموسم اللي فات بس الموسم ده هما بدقين المصرحين من بدري عايزينه يخش في المنافسة فبيدولوا ست نقط الزمالك ما يستهلش منهم نقطة ست نقطة في اول مطشين فضحتين وكرستين في اول مطشين بطالهم الفار اعتقد ان مجلس ادارة النادي الاهلي يعني انت مش محتاج توضحات اكتر من كده تسريبات واعترافات مسئولين عن غرف الفار والمخرجين بان الموضوع بقت ريحة وحش قوي اتمنى سرعة التحرك اتمنى ان الموضوع ما يقتصرش عند بيان اتمنى ان الموضوع يبقى فيه حركة اكتر من كده عارف انه تم تعيين ياسر عبر قوف ولكن هو بشكل مؤقت عشان فيه انتخابات تتحقه ولا اتحد هتغير انا بقول اهو ماينفعش يجي الاتحاد فيجدد الثقة الياسر لان يعني الشكل واضح وصريح فضايح وكوارث بطالها دايما الزمالك على فكر بما فيهم ميدو اللي بيقول ان احنا مظلومين من التحكيم او الواحد بمليون لان ميدو ده رفسه وبيمرن المقصة لفيديوهات كتير وبيقول ان الزمالك بالتحكيم وبيتسبب التحكيم وان زمالكاوي بس في مجابلة ولكن الناس دي مش بتنسى ولكن الناس دي بتعرف تضحك على جماهيرها ازاي وبيع لهم ايه ام فمصلحة ميدو كتساعتها انا راجل بمرن نادي فعايز اكسب مضي مصلحتي لما بقى في صف الاعلاميين دلوقتي فانا هسمع الجمهور اللي بيحب يسمعوا ان الزمالك مظلوم وان الزمالك مقهور لان الجماهير بتحب تسمع ده وده بيخلق اعذار ومبررات عشان انا نعرف اكو العيش وعشان اللي بتعرف تاكو العيش ومجلس الادارة ياكو العيش لان بقولك هو نادي قائم على الفوضى فاتمنى اتمنى اتمنى ان مجلس ادارة النادي الاهلي الموضوع بعد ما الرحة فحت قوي وبقت على عينك يا تاجر ما يقفش عند ده ما نقفش عند بيان واضحة وصريحة المسرحية باينة وباينة قوي شكرا لكم وشكرا للمتابعيكم ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة ديها من المشاجع ما تنسوش تابعنا متابعة فيسبوك سابسكرا على اليوتيوب واللايك والكومنت والشيار سلام